خلينا في البداية نروح للمياء حامدين نتعرف منها على آخر أخبار التقس والمرور في القاهرة والمحافظات صباح الخير عليك يا لامي صباح الخير عليك يا شازلي وصباح الخير عليك يا منا وصباح الخير على كل المشاهدين في كل مكان مشاهدين تعالوا دلوقت نستعرض مع حضرتكم جولة سريعة عن أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر ونبدأ جولتنا من القاهرة وبالتحديد من ميدان العتبة اللي هنفضل فيه ماشيين وناخد طريق شارع الجيش وهناك هنلاحظ كثافات نسبية لحد شارع بور سايد شوية بشوية الطريق هتقل فيه الكثافات وهنفضل في طريقنا لحد ما نوصل لمنطقة الظهر هناك برضو بعض الكثافات المرورية لكنها متقطعة والممتدة للشوارع المؤدية لشارع رمسيس اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية وصلة وممتدة لحد مسجد النور في العباسية هناخد طريق كبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية للسيارات أمام اللي جاي من الجيزة وفي اتجاهه لمناطق وسط البلد فيه كثافات تانية في الاتجاه العكسي نفس الموضوع اللي جاي من ميدان التحرير ومتجه لمدينة نصر وفي محور النصر أما نفق الأزهر بيشهد ظهور تباطق بسيط في حركة المرور اللي جاي من صلاح سالم ومتجه لميدان الأوبرا أو العكس لو رحنا لحلوان وهنبدأ جولتنا هناك من كبري النيل اللي بيشهد سيولة مرورية في الوقت الحالي هنفضل ماشيين لحد ما نوصل لمسجد الشهيد وهناك هنلاقي كثافات نسبية مكملة ووصلة لحد الكورنيش ووصلة كمان لطريق القاهرة الوسطى لو فضلنا مكملين على نفس الطريقة هنلاقي الكثافات بدأت تقلت بالتدريج لكن هترجع تاني بمجرد وصلنا لطريق حلوان الكريمات هنكمل جولتنا في شوارع الجيزة وبتظهر كثافات مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان وبالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلت كبري فيصل لحد شارع التحرير كمان ظهرت بعض الكثافات على كبري الجامعة وفيه كمان كثافات بسيطة على كبري 15 مايو للمتجه للمهدنسين وده بسبب أعمال التوسعة لو رحنا لمحور صفت بيشهد كمان كثافات مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة نتيجة التحولات اللي هناك كمان هناخد بنا من غلق الطريق الدائري القادم من أكتوبر ولازم الاتجاه من نفق حازم حسن لمحور 26 يوليو أو محور رود الفرج كبديل للطريق أمام اللي قادم من طريق الوحات ويفضل الطريق السياحي الجديد دلوقتي هنروح لإسماعيلية وهنلاقي طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل الجامعة أو شارع الجامعة والاستاذ ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية مع عدد بعض الكثافات اللي بتكون متحركة ومش بتأثر أبدا على حركة الطريق أما المتاجه لبور سعيد ففيه سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بور سعيد هنلاقي كمان فيه سيولة مرورية كبيرة وخاصة على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية فمحافظة سوهاج واللي هنبدأ فيها من محاطة قطر سوهاج واللي الطريق عندها فيه كثافات نسبية هنمشي ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدد طرق رئيسية فيها سيولة مرورية وفيه بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل كمان الطريق المؤدي للجامعة فيه كمان كثافات نسبية وفيه كثافات تانية نسبية عند طريق مستشفى الجامعة السوهاج وكمان كثافات مرورية إنما بسيطة بتزيد مع ساعات الزروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير كده خلصت جولتنا المرورية وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال التقس النهاردة لسه فيه انخفاض طفيف في درجات الحرارة والتقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال السعيد درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 32 درجة وأعلى درجة حرارة هتكون في بوسمبل 40 درجة وأعلى درجة حرارة هتكون في مطروح 26 درجة ونتابع مع حضراتكم التقس بالتفصيل بعد شوية